صباح مشرك بالأمل مليء بالتفاؤل على مشاهدين برنامج نعم أستطيع الحلقة 248 من الموسم الواحد والعشرين النهاردة بداية أول تجربة في برنامج نعم أستطيع لظهور أو مشاركة اتنين من المزعين أو نقدر نقول كذا دويتو هيكون معايا النهاردة أو هيشاركني النهاردة الحلقة أو دي هتكون بداية أول حلقة ليا الأعلامي شريف المصري دي هتكون حلقة الأولى إحنا هنقدم لكم يوم لحده يوم الثلاث من كل أسبوع الساعة 10 ونص هيكون معينا نشاء الله شريف من كل أسبوع أنا دلوقتي هسابكم مع شريف يعرفكم بنفسه أكتر وبعدين نرجع نكمل حلقة فضل يا شريف صباح الخير من قناة الصحة والجمال برنامج نعم أستطيع يا سايكان يعني دي أول حلقة ليا وأنا سعيد جدا أن أنا متواجد نقور على فكرة وكاموزيع معاك يا رانا بصراحة ده شرف ليه أن أنا أطلع موزيع يعني معاك يوم جنبك ده وبرنامج طبعا نعم أستطيع أنا برضو سعيد جدا أن أنا طلعت موزيع في البرنامج ودي أول تجربة ليا أنا شريف المصري شغال يعني مجال عملي هو السياحة ومجال دراستي كان بكالولوس تجارة خارجية من جامعة حلوان طيب كلية التجارة وإدارة الأعمال بعد كده درست دبلوم اقتصاد علامي وعلاقات دولية دراسات عليا في جامعة عن شمس كلية التجارة بعد كده سفرت بره كملت دراسة في مجال السياحة في إيطاليا في روما وعملت ماجستير إدارة شركات سياحية وكانت رسالة بتاعتي في إدارة الجوالات السياحية منخفضة التكلفة إزاي أنت تلف حوالين العالم بتكلفة منخفضة يعني تعمل إيه؟ إزاي تعمل كومبينيشن للتور بتاعتها كانت هنا في مصر الدراسة ولا في الخير؟ لا دراسة السياحة كانت بره بس اشتغلت في تسويق الدولي بعدها في مجال مصادرات التجميل كان لصالح مركات إيطالية وبعد كده درست السياحة وكملت بقى في السياحة أنا أصلاً بحب السياحة وحب دراسة اللغات فاتطريت أن أنا سافرت كذا دولة يعني سافرت ألمانيا وفرنسا علشان أدرس اللغات دي وبعد كده سافرت أمريكا وكندا بس دي ما عادش فيها كتير يعني يعني لفت حوالين العالم شوي كملي بقى أنت هتشاركني النهاردة أول حلقة لينا النهاردة هنتكلم عن السفر وعن الهجرة وكده إحنا بس كنا يعني ناخد نبزة عن شريف بما أنه هشاركني في الحلقة أو كده ودي أول تجربة وأنا مبسوطة قوي أنا أتمنى أنها تكون تجربة مفيدة لينا و للجميع ونقدر نقدم شيء مهم يعني أو شيء مفيد شريف نموذج من الشباب مصر اللي هو كافح ودرس ودرس شيء هو اختاره وحبه وكان له مجال يعني يعني عرف يسوق نفسه كويس عمل اللي هو عايزه صح وكان نموذج كويس في الخارج وكده طيب اللي متعرفوش كمان عن شريف أنه هو رياضي ورياضي قديم كمان وده حاجة يعني خلتني أن أنا أبقى مصوطة جدا بقى أكتر لأن زي ما أنتم عارفين كده أن الرياضيين في المجتمع اللي إحنا فيه ده بذات وبرضه هنتكلم في حلقة عن الموضوع ده ما بيكونش لهم مساحة أكتر يعني مثل الفنانين مثلا محدش بيتكلم عنهم محدش بيسلط الدق عليهم أكتر فهنتكلم برضه في حلقة كمان يعني حلقة قدام وكده عن الموضوع ده شريف بقى كان بيمارس رياضة خاطرة يعني كان بيقفز من فوق الجبل في الشلال كان بيعمل حركات كده غريبة عنده اليونة صحة؟ كان عندي بقى خلاص نحن نتكلم بقى بعد كده في التطورات الرياضة بصراحة يعني إحنا دلوقتي هنشوف الفيديو بس قبل ما شوف الفيديو هي رياضة بصراحة يعني هي مش موجودة هنا في مصر أو قليل اللي بيمرسوها يعني لأنها عايزة حد جريء قوي حد يعني يعني قلبه جامد قوي أن أنا أطلع في شلال وأكفز عرض نفسي للموت أن أنا أتصلك جبل برضو موت حاجات كتيرة كده كان بيعملها ويعني في نقطة برضو أعوز أضيفها أني دي كانت يعني مخاطرة حرة اللي هو ما فيش أي وسائل تأمين يعني أنا بتنط مثلا من فوق هضبة في مية الهضبة دي تحتها الصخور لازم تعدي الصخور توصل للمية هي جزء من رياضة يعني أي حاجة فيها مخاطرة وحرة ما فيهاش وسائل تأمين بتدخل في رياضة البركور ورياضة فرنسية هي أي أكتر دولة يعني فيها الرياضة دي هي موجودة في العالم كله بس فرنسا هي كانت بداية الرياضة دي اللي هو القفز من فوق الحوائط من فوق المرتفعات القفز من بس مش أي حد بيعمل كده يا شريف لا هي محتاجة أولا أن يكون عندك يعني مش عادي أقول جراءة بس يكون ليونة ورياضي بس مش أي رياضة أنا رياضية مثلا أنا بمارس رفع الأسكال والمقامة بأوزان حرة بس ما قدرش أعمل كده بصراحة ما نفعش أقفز ما عنديش الجراء وكمان أعرض نفسي للخطر يبقى فيه خطورة بالشكل ده بصراحة طيب إيه الهدف منها يعني كان نوع يعني نفت بحب المخاطرة نوع من أنواع الشو كان نير بيدخل في ستانتمان لو راجل المخاطرة فأنا مارستها وبعد كده حصلت لإصابة فطريت إن أنا أسيبها وبعدت بأمر الدكتور قال لي معونت لو ما سبتاش بإرادتك هتسيبها غصبا عنك نشوف بقى الفيديو عشان البرنامج بتاعنا أفعيل مش أقوال ومش كلام نشوف الفيديو وعنين نرجع نتكلم دين يلا يلا نروح نشوف الفيديو يلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بخصوص السكن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا اشتركوا في القناة 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 وعايز أقول لكم كمان أنها واخدى المركز الأول من حيث أكتر دول العالم جذب للسياحة ألمانيا ألمانيا فيها حاجات كتيرة بس أهمها برلين وهامبرغ وميونيخ واخدى المركز التاسع من حيث أكتر دول العالم جذب للسياحة بريطانيا بريطانيا برضو للمقطة هي بتضم إنجلترا وويلز وسكوتلندا دي بريطانيا المملكة المتحدة بتضم إنجلترا وويلز وسكوتلندا وأيرلندا الشمالية أهم المعلم؟ دي بتضم أربع أقاليم أهم المعلم فيها لندن طبعا يعني لندن وإيدنبورغ عاصمة سكوتلندا أريد أقول لكم كمان أنها واخدى المركز السابع لأكتر دول العالم جذب للسياحة أمريكا؟ أمريكا عندك نيويورك وكاليفورنيا واخدى المركز التالت أنا بصراحة يعني أنا زهلة أنا رحت أمريكا إزاي المركز التالت ونيويورك ونيوجيرسي بس أنا بالنسبة لي بحب نيويورك أفضل من لوس أنجلوس يعني أنا نعيشت فترة في لوس أنجلوس والتزني كمان والتزني صح؟ والتزني دي في أمريكا في أمريكا في لوس أنجلوس طيب تمثال حرية طيب كندا لأ كندا أنا رحت تورونتو وفانكوفر على طول ما شفتش حاجة في كندا كتير بس كندا ما فيهاش حاجة يعني تتشار فيها أطول وأكبر شلال في العالم صح؟ فيها أكبر بس هي يعني هي فيها معالم حيوة ولكن السياحة في كندا مزا السياحة في أمريكا يعني السياحة في أمريكا أعلى بكتير طيب إيه أكتر الدول اللي عجبتك صحيح؟ كندا أعجبتك صحيح؟ إيه أكتر الدول اللي أنت بتحبها زرتها كتير؟ لا والعالم كله حلو بصراحة كل حاجة فيه حاجة سبيشيال يعني بيقولك مثلا تايلند أنا مرحوش عاوزة سافر تايلند لنقولك تايلند جميلة جدا وأسيا متن جميلة جدا ورخيصة طيب للأسف إحنا وقت حلقتنا نار ده خلص الوقت تجرب سرعة مع شريف كانت حلقة حلوة بالنسبة لي وكانت حلقة حلوة بالنسبة لي برضو مع جمهوره معك يا راني بصراحة على فكرة بايا خليك يا شريف هنستنىكو يوم الثلاثة الجاي الساعة عشر ونص برنامج نعم أستطيع مبسوطة إن كنا أول تجربة هتتقرر كمان أتمنى كمان أي حد عنده موهبة شعر غنى تمثيل رسمة أي موهبة أو حتى مبادرة يتواصل معنا ويكون معنا إن شاء الله أنا وشريف في الحلقات الجاية أنا كنت مبسوطة إن كنت معاكم النهاردة ونهاركو حلو ويومكو سعيد استنونا على قناة الصحة والجمال برنامج نعم أستطيع يسعي كان مع رانا وشريف المصري يوم الثلاثة الجاي ان شاء الله يوم الثلاثة الجاي ساعة عشر ونص باي